الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله أكبر كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شكيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسه ونعوذ بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الإخوة المسلمون إن من رحمة الله تعالى على هذه الأمة أن جعل لها عيدان وكل عيد مرتبط بعبادة عظيمة وبركن من أركان الدين فالمسلم يفرح في هذه الأعياد بما منَّ الله عليه من التوفيق والعمل الصالح يقول سبحانه ولتكمن العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إي وربي لولا هداية الله ومعونته لما صلينا ولا صمنا ولا قمنا فاللهم لك الحمد ولك الشكر بما أنعمت علينا وبما هديتنا ووفقتنا فوالله لولا اللهم اهددينا ولا تصدقنا ولا صلينا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون بالأمس كان الواحد لو أكل في النهار كان آثماً ومستحقاً للعذاب واليوم من صام كان آثماً ومستحقاً للعقاب لماذا؟ لأن الله تعالى يريد من المسلم أن يسمع ويطيع لما يطلبه منه ربه فالمسلم الحق هو الذي يعلن صباح مساء أنه عبد طائع لمولاه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد أيها المسلمون الله الله في الاستقامة على دين الله 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 في المحافظة على هذه الصلاة وأدائها في جماعة المسلمين في المساجد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فكان آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام في الرمق الأخير كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ويقول من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاثاً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً يوم القيامة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأوبي بن خلف أيها المسلم وإن انتهى رمضان فإن الصوم لا ينتهي والقرآن لا يهجر والأجر لا ينقطع والمسجد لا يترك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد أيها المسلمون تستحبوا في العيد وغيره إدخالوا السرور والفرحة على أسركم ووالديكم وأبنائكم وكل مسلم أيها المسلمون انشروا المحبة انشروا الفرحة انشروا البحجة تصافوا فيما بينكم وخاصة لأهلك وإخوانك وجماعتك يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم ويقول عليه الصلاة والسلام وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على المسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد أيها المسلمون ونحن ننعم بأجواء العيد وبفرحة العيد علينا أن لا ننسى إخواننا المرابطين على الثقور والمرابطين في المسجد الأقصى والمستضعفين من المسلمين وعدوهم لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة فعلينا أن لا ننساهم ونحن بين أهلنا وأبنائنا مطمئنين آمنين فعلينا أن ندعو لهم بالنصر والتمكين والحفظ فاللهم تقبل شهيدهم وداوي جريحهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله إلا الحمد أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد أيها الإخوة المسلمون كان من هدي رسولكم عليه الصلاة والسلام في العيد أن يوجه نصيحة خاصة للنساء فنصيحتي لك نايتها النساء يا أمنا يا أختنا الإسلام رفع من شأنكم ورفع من مكانتكم لا تجدوا لا تجدوا مثل تكريم الله لكم أما سمعتم قول رسولكم عليه الصلاة والسلام يقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال في الثالثة أبوك أما سمعتم قول رسولكم الكريم عليه الصلاة والسلام يقول في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا أما سمعتم قول رسولكم الكريم عليه الصلاة والسلام يقول من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهم كن له سترا من النار بل أنتنا سبب في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا أن يتهنس لهذا الحديث العظيم الذي أخرجه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام منعال جاليتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو غضا صابعا يا أمنا ويا أفدنا إياك ثم إياك من دعاة السفور والانحلا دعوات زائفة تارة بشعار قولي حرة أو كوني قوية أو النسمية وغيرها فهم لا يريدون لك تكريم الإله لا يريدون لك التكريم الإله لن يريدون لك أن تكوني في الترك الشيطان واسمعي يا رعاك الله إلى بصية الله إليك من سبح القفا فأمر رسولة من البلا فقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل يا أسوالك وفناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابي بهن ذلك أجدى أن يعرفه فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم واسمعي أيتها المرأة العاقلة اسمعي أيتها المرأة المسلمة لهذا الحديث العظيم وهو مشارطه الله لكم تقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصابت شهرها وحصلت فجأت وقاعت زوجها قيل لها تدخل الجنة من أي أبواب الجنة يا أمي يا أختلا إن مهمتكم العظيم إعداد الجيل وتربية الأغناء بل وتربية العظماء الذين بهم تصلحوا العظم وتنحض الشعب الشعور فصدق من قال إن وراء كل رجل عظيم أم عظيمة فهذا سفيان الثوري رحمه الله كان أمير المؤمنين بالحديث نشأ يديما معجبا فتولته أمه حتى أصبح عالم الدنيا وهذا حمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله كان إمام أهل السنة بلا منازع عاش يديما فكانت أمهم قرعا حتى أصبح عالم الدنيا ولا أنسى تلك الأم العظيمة الفقيرة التي كان لها سبعة من الأولاد وتوفي أبوهم فقررت أن تحفظهم وأن تحفظهم القرآن حتى يكونوا في ميزان حسنات أبوهم ويحفظهم القرآن من كل شر فأتم الله لها ما أرادت فحفظ أبناؤها السبعة القرآن فيا له من شرف ليس فوقه شرف الله أكبر 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 يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز 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 وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف أصبت وإلى الأرض كيف سطحت فبكر إنما أنت مبكر لست ألهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكثر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر وع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة